موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل الموجودة معكم على الشاشة ونسعد بمداخلاتكم اليوم الحلقة حقيقة نحتاجها في حياتنا اليومية اليوم سنتكلم يا أخوة الكرام عن أداب المساجد هذه المساجد اللي هي بيوت الله عز وجل المساجد بيوت الله عز وجل لها من القداسة ولها من المكانة ولها من المنزل العظيمة في نفسنا وفي نفس كل إنسان مسلم هذا بيت الله هذا بيت الله عز وجل الإنسان لما يقدم لهذا البيت لابد أن تكون هناك آداب يتحلى فيها آداب إسلامية ثبتت بالقرآن وثبتت في السنة في كيفية التعامل مع هذه المساجد كيفية الجلوس فيها كيفية الدخول لها والخروج عنها هذا لما تثبت السنة في أن الإنسان لما يدخل مزجد شي يقول يدخل بيده برجلها اليمنى ويطلع برجلها اليسرى هو أول ما يبدأ يصلي ركعتين تحيد هذا يدلك على إيش يدلك على أن هذا المكان الذي أنت رايح له هذا مكان عظيم مكان له منزلة المكان له مكانة له قداسة أنت اليوم تروح دائرة حكومية شوي يعني مرموقة تجد سيكورتي وتفتيش في بعض الدوار حكومية فيها التفتيش وأجهزة سكان هذه سكان يسموها هذه الباب هذا اللي تمر بجنبه وتدخل ويأخذون أرقامك ورقم هويتك ويصورون وشو اسمك والزاير الفلاني وهي دائرة حكومية دائرة حكومية لكن هذا يدلك على إيش لما تأتي لهذه دائرة حكومية وانت تشوف هذا كلها السيكورتي والأمن والأمن يستقبل وكذا وكتب متى دخلته شو يدلك يدلك على أن هذا المكان الذي أنت رايح له هذا مكان عظيم هذا مكان له منزلة في الدولة له منزلة من بين الدوائر الحكومية كلها بيت الله عز وجل لا فيه حراس ولا فيه جهات أمنية ولا سيكورتي ولا غيرها لكن بيت الله لما تدخله هناك آداب إسلامية سنها لنا هذا الدين الحنيف عليك أن تتقيد بها وعليك أن تتحلى فيها لا تأخذ الموضوع الشديد لا يأخذ الإنسان دائما يستحضر النية لما يروح يبغي يصلي يستحضر النية أنا رايح بيت من بيوت الله هذا البيت الله يحبه أحب البقاعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاعي إلى الله مساجدها أحب البقاعي إلى الله أنا رايح الحين لمكان هو أحب البقاعي إلى الله جديد تخيل هذا الشيء مع نفسك أنا رايح إلى مكان أحب البقاعي إلى الله لما بدخل بقدم رجلي يمنى بصلي ركعتين تحية للمسجد شيء جميل أداب المساجد كثيرة رح نتطرق اليوم لشيء يصير منها حتى نطبق في حياتنا يا أخوة و نستمتع بهذه العبادات الجميلة التي شارعها لنا هذا الدين الحنيف خلونا نمشي بالتدريج و نبدأ و كأننا نحن في البيت و أذن المأذن و حيننا يالله بسم الله نلبس أثيابة و نبغي نروح المسجد نمشي خطوة بخطوة نطلع من البيت نمشي ندخل المسجد و نجلس و نسوي و و كنه أول ما يبدأ الإنسان سمع الأذن الله أكبر الله أكبر قام الحبيب توضى خلص وضوءه كل ما توضى الإنسان تساقطت عنه الذنوب و الخطايا كما جاء في الحديث رأيت لو أن أحدكم على باب نهر يغتسل منه في اليوم خمسة مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يبقى من درانه شيء من أوصاخه شيء يبقى شيء لو واحد عنده نهر عند باب البيت كل اليوم خمس مرات يتغسل و يتنظف في هذا النهر هل يبقى شيء من أوصاخه ما يبقى من أوصاخه شيء كذلك الوضوء إنسان لما يجدد وضوء أو يتوضى لكل فريضة تساقط عنها ذنوبه و خطاياه يلقي الله يوم القيامة طهر نقي إذا أول ما تبدأ قبل ما تروح للمسجد تتوضى و تتطهر و تجهزها لبيتك يا جمعة الخير يا المره يا بنتي يا ولدي يلا قم استعد مسير المسجد و نتجهز للصلاة و نسوي و نلبس الأجواء الإيمانية هذه جميلة لما تكون موجودة في الأسر لما تكون موجودة في البيوت حلو جميل يا محمد يا عبد الله ليه الله لبس جهز أذنب تقيم الصلاة قلنا بروح المسجد و أنت تنادي بنتك يا حصة يا سمية يلا قموا تجهز و تجهز للصلاة يلا و يدقق البيبان و يدقق على الغرف و تشذي صلاة صلاة بيوت عامرة بالخير عامرة بالطمأنينة بالسكينة البيوت التي يذكر فيها الله عز وجل و تقوم فيها و تقام فيها الصلوات هذه البيوت التي يملأها الحب و الوئام و الألفة بين أفراد المجتمع البيوت اللي ما فيها صلاة ما فيها ذكر الله ما فيها إلا المعاص و المحرمات هذه شو رح تجد منها ما رح تجد فيها شيء جميل ما رح تجد فيها شيء مؤنس رح تجد فيها للأسف الشديد تعشعش فيها الشياطين وتملأ البيت كله كآبة وحزن وألم وحدث ولا حرج إذن الإنسان أول ما يطلع من بيته يلبس ثيابه الله عز وجل ماذا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم إنسان يتزين ويتجمل ويلبس أفضل الثياب وأحسن الغتر وحلل لنعال وانتوا بكرامة وين رايح رايح بيت الله عز وجل عشان يصلي يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سأتزين من المعيب جدا ما نراه اليوم نجد البعض يلبس يعني الملابس الغير الغير مرغوب فيها يروح فيها من وين يقف بين يدي الله عز وجل يقف بين يدي الله لكن هل نقول لها أنت صلاتك باطلة لا هل نقول لها أنت وقعت بحرام لا صلاتك صحيح وكل شيء لكن على الإنسان أخوة لما يقف بين يدي الله أقف وأنا كلي جمال كلي أناقة كلي فخامة وكلي عطور فواحة أنا رايح أستقبل من؟ أنا رايح أستقبل ملك الملوك رب السماوات والأراضين الله الله جل جلاله يوم واحد ولله المثل الأعلى يوم واحد بس بيصير بيزور دائرة حكومية مؤسسة وكانت بيلبس أحلى لثياب يسوي ويتزقرة ولم أدرسه تجد الحين بعض الموظفين عشان يروح بس يقدم على وظيفة إذا هو من النوع اللي يلبس مثلا يعني يلبس مثلا لبس سبورت يضم طلون وقميص لكن لما بيروح عشان يقدم على وظيفة ما بيلبس طلون وقميص يلبس على ذلك اللبس والشياكة على قولتهم أخواننا المصريين بتشيك صح؟ مثلا اليوم متشيك ولا مشيك هو هذا المهم يعني شو يعني متزقرة والهابس وليش راح يستقبل مدير التلفزيون راح يقدم على وظيفة اليوم يبغي يشوفه على أجمل هيئة يوم يشوفه شديد من فوق الانتحت مدير التلفزيون والله أنت تصلح تكون مخرج معانا مصلح تكون مقدم برنامج وهكذا فالإنسان يتجمل لما يذهب للمسؤولين يا أخي أنت تتجمل مفروض بأجمل وأرقى ثياب عندما تقف بين يدي الله عز وجل الله ما تلبس أي شيء تلبس لي كندورة نوم رايح تصلي يا رجل معيب هذا في حقك كندورة نوم ولي البعض ثيابا مطرطرة ولي حالة وشك لكن هنا في أمر مهم يعني إحنا لابد أن نقف معه أن علينا يا أخوة يا كرام أن ننظر إلى أعراف المجتمعات يعني خلنا نضرب لكم مثال مثلا أخوانا المجتمع المصري الشاميين أخوانا في سوريا في الأردن في أي مكان هذول في عرافهم ما يلبسهم كندورة وغترة وفي منهم البدو اللي عندهم يلبس كندورة وغترة لكن مثلا تحصل لك مصري يقول لها يوم تروح المسجد يلبس كندورة ويلبس كندورة وقاله يروح هذا عرف بلده ما يلبس هذه الملابس فالملابس اللي هو يلبسها في عرف بلده ساترة للعورة وكانت وهيئتها طيبة وجميلة في عرف بلدي يعتبر أن إنسان اليوم متجمل هذا يعتبر متجمل أنا في عرف بلدي يكوني في الإمارات مثلا أروح المسجد لابس كندورة نوم هل هذا في عرف بلدي أن أنا متجمل ما متجمل يا رجل هذا منظر أبدا أنا أرفضه بتاتا حقيقة أنا ما أحب الإنسان اللي يروح يقف بين يديه لا لابس كندورة نوم أو ثياب رثة وقديمة قولها روح الدوام الصبح ساعة سبع شوفه هاك اللي قال ها منتوس نجس فوق العين وكاشخ هاك الكاشخة وين رايح فلا سير الدوام طيبة طائمة نسجد تشوفه حالة حالة فلا يا إخوة يا كرام جميل أن الإنسان يتجمل ويلبس أفضل الثياب إذا أراد أن يذهب إلى بيت الله عز وجل إلى بيت الله عز وجل الصلاة الصلاة لها أجر عظيم الموفق العاقل اللي يحافظ على الصلوات يا إخوة يا كرام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من توضأ لصلاتي فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس في جماعة أو في المسجد غفر الله عز وجل له ذنوبه غفر الله عز وجل له ذنوبه الله يغفر لك ذنوبك والمشي إلى المسجد يا إخوة يا كرام لابد أن يكون بسكينة تبشي المسجد مشي أنت مرتاح مشي أنت مرتاح يعني ليش تهرول البعض بيته قريب المسجد يكون جارس داخل البيت لما يسمع الإقامة يقول بس سريع سريع ويمشي يجري جري للمسجد وما يمشي لا يأتي يهرول يركض ركض النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع صوات أناس خلفه أنفاسهم واحد واقف يصلي ونفسه بالطريقة هذه فقال لما انصر في النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما شأنكم ليش أنتم تجري عسى ما شر ليش أنفاسكم عالية قال يا رسول الله استعجلنا للصلاة كانوا يمشون مهرولين للصلاة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تفعلوا لا تستعجلوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يا أخي أدركت الركعة الأولى ركعة الثانية الثالثة التشهد الأخير الحمد لله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم من الصلاة أقضي ما عليك أقضي طافتك ركعة ركعتين الحمد لله هذا ديننا يسر هذا لما نقول ديننا يسر هنا يتحقق أن الدين يسر فعلا أعطانا مرونة في التعامل مع هذه العبادات أما نجري ونهرول للمساجد هذا ما يصلح المشي للمساجد فيه أجر عظيم المشي إلى المساجد فيه أجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له منزلا كلما غدا أو راح تخيل معي الأجر العظيم من غدا إلى المسجد أو راح كل من يذهب إلى المسجد ويأتي الله عز وجل أعد الله له منزلا ما كان عنده سبحانه وتعالى في الجنة كلما غدا أو راح فالأجور عظيمة أن الإنسان لما يخطو هذه الخطوات وفي الحديث الآخر نبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم خارج لا يريد إلا أن يقضي فريضا من فرائض الله إلا عز وجل رفعه بكل خطوة وحط عنه خطيئة بكل خطوة إلا حط الله عز وجل عنه بكل خطوة سيئة ورفعه بها درجة من توضأ في بيته وذهب للمسجد يبغي يروح يصلي كل خطوة تخطوها الله يرفع لك درجة ويحط عنك سيئة أنت الحين كإنسان عاقل لماذا نقول لما الإنسان يستحضر هذه العبادات يا إخوة أنا أتخيل تخيل معي لما تمشي تخيل هذه الأجور حسب خطواتك كل خطوة أنا حين أمشيها معقولة الله عز وجل يحط خطيئي الله يرفع عني درجة ويحط عني يرفع لي درجة ويحط عني سيئة يا الله والله ما أعظمه من رب كريم ما أعظمه من رب كريم أني أنا توضى بس ويروح للمسجد هذه الخطوات حتى الله يأجرني على زي في صمات دخلت المسجد بعد يما أنا أقول لك حتى الخطوات اللي أنت تمشي هذه المسجد والله يا ربي ما يظلمك سيأجرك عليها يوم القيامة وستجد ثوابها وأجرها بين يدي الله عز وجل وين الموفق اليوم الذي يستحضر هذه النيات والعبادات كيف الإنسان يا إخوة يتلذذ بالطاعة لما تستحضر هذه الأشياء استحضر هذه الأشياء كل ما بتقوم من النوم استحضر هذه الأشياء أنا بقوم بروح بأدي فريضة الله الله بيغفر ذنوبي وباجتمع مع المصلين وبتوضى والله بيرفع لي خطايا وبيحط ذنوبي وبمشي تكون العبادة لها متعة لها لذة فيها شيء من الجماليات العظيم لما تستشعر هذه العبادة طيب في ذكر يوقع لما الإنسان يذهب للمسجد يا إخوة هل هناك ذكر معين أقوله أنا ذهب للمسجد نعم ثبتت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خرج أظن الحديث أنه خرج في صلاة الفجر فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورها لم أحفظوا يا من تسمعون أحفظوا أحفظوا هذه الأذكار العظيمة سأل لما يخرج للمسجد يمشي راكب سيارته يبغي يروح للمسجد قولوا هذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورها وفي بصري نورا وفي وجه نورا ومن أمامي نورا ومن خلف نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا واجعلني نورا يا رب العالمين هذه الأذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها وين نقولها الأذكار اليوم والله ولا أحد ينطق فيها إلا من رحم الله عز وجل فجميل أننا نتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار هذه النصوصها لماذا جت جت بس على أساس أننا نقول هذه سنة لا جت على أساس أننا نعمل بها ونطبقها إذن اللهم اجعل في قلبي نورا يا السلام استعذر هذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في وجهي نورا وفي بصري نورا يعني اجعلني يا ربي ما أرى إلا النور إلا الخير اجعل في قلبي نورا اجعل في قلبي كل خير وكل ما يقربني إليك يا الله واجعل من أمامي نورا ما أبغي أشوف أمامي يا رب العالمين ظلمات وظلام وتعاسى وحزن اجعل أمامي الخير والنور واجعل من خلفي نورا و عن يمين النورة و عن يساري و من فوقي و من تحتي و اجعلني نورا يا رب العالمين هذه الأذكار تجدها اليوم في كتاب حصن المسلم كتاب حصن المسلم البرتقالي الصغير هذا هالقد هذا اليوم ما يخلق بيت الا ما تجد فيه هذا الكتاب حتى أصبح تطبيقات في التيلفونات في الهواتف تجد تطبيقات اليوم لهذه البرامج تطبيق كتاب حصن المسلم نزله معك الأخت الأخوات اليوم نساء طلعوا من البيت سيرين مكان حطوا معاكم في الشنطة شنطكم هذه اللي تشيلوها حطوا هذه الكتيب داخل كل الأذكار اللي يحتاجها للإنسان في حياته شو يدقوا يوم يلبس نو عفوا يوم يلبس ثياب يوم ينام يوم يأكل يوم يشرب يوم يدخل يوم يمشي المسجد يوم كذا كل هذه الأذكار القصيرة ستجدوها موجودة في هذا الكتاب اقرؤوا وتعلموا والله يا إخوة يا أخوات أنا عرف شخص زميل لي استقام على دين الله وأصبح إمام مسجد بسبب هذا الكتاب يقول أنا إنسان عادي يعني ما لي بالميول الديني والقرآن وإمامة المسجد وكذا وقع بلدي هذا الكتاب حصن المسلم البرتقالي الصغير هذا يقول وجلست أقلب فيه وشو وتأمل هذه الأذكار اللي فيه يقول كانت سبب هذه الأذكار كانت سبب أنه غيرت حياتي 180 درجة وأصبحت من حفاظ كتاب الله عز وجل تأثر بهذه الأذكار وبمدلولات هذه الأذكار وشو فيها أصبحت حياته مليئة بالخير أشرقات في وجهه أبواب السعادة والخير وما يرضي الله عز وجل إذن يا إخوة يا كرام الإنسان عليه أن يستشعر هذه الطاعات وهذه العبادات الجميلة لم يروح يبغي يقف بين يدي الله عز وجل فالمؤمن الموفق العاقل يا إخوة يا كرام ما يترك هذه الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت الحين إحنا خلاص توضى الرجل و لبس الثيابة قلنا و يتزين و يتكشخ و يتعطر يتعطر بعيد؟ ضروري واحد يوم يطلع المسجد يرشعطر؟ لا بس الثياب نظيفة و خلاص يكفلي ها؟ اليوم عندنا مشكلة عندنا مشكلة كبيرة نحن جميلة لما نجد أن الإنسان يتطيب حشان يقف بين يدي الله لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا ثانية وهي أن الأخوات اليوم أصبحوا يذهبون إلى المسجد و برايحين قاعة فراح و برايحين جمعة نساء و بيالس في بيتها رايحة للمسجد ها؟ و هي متعطرة و سوف نشوف فيها رايحة تتعبد الله عز وجل لا فيها شيء النبي الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه مرت بجنبه امرأة تريد المسجد فنادها قيامة الله أين تريدين؟ قالت أريد بيت بيت الله عز وجل رايحة أصلي قالوا ارجعي ارجعي إلى بيتك فأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة المتعطرة أي ممرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية و في رواية ماذا الرواية الأخرى؟ هذه المخيفة المقلقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل الحديث الأول فهي زانية أبو هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال له ارجعي فاغتسلي وين اليوم؟ اليوم البنت تروح الدوام تروح أي مكان في المور تمر بجنبك في المحل نازل بقى العطور شال للدنيا شل يا أمة الله يا أختي الكريمة يا أمي الفاضلة يا أبناتنا يا أخواتنا هذه كارثة اليوم عمت وطمت في المجتمعات و قل من ينتبه لها هذه مصيبة وقع فيها بعض الأخوات وهذه كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب لا تستهينه أبدا رشة عطر يعني وأكون أنا دخلت في هذا الوعيد العظيم شو قال فيني ليش؟ أي ممرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية الله أكبر كيف مرأة عقلة تقبل لنفسها هذا الشيء فهي زانية الرواية الأخرى لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل أبي هرير رضي الله أمر المار قال رجعي البيت اغتسلي أنت واقع بمصيبة تساهل عظيم للأسف الشديد هذا اندلدل على أن نحن المقصرين نحن أولياء الأمور نحن كآباء و أخوه رجال في البيت علينا أن نقف في وجه بناتنا و أخواتنا و زوجاتنا شو يعني نقف يعني نضربهم شو لهم عصاء لا بالنصيحة بالكلمة الطيبة يا أختي هذا مجوز يا زوجتي هذا حرام يا بنتي هذا غلط وين اليوم هذه المفاتيح أصبحت هذه المسائل عادي و لا كأنه صاير شيء أبدا و لا يستنكر بل تجد الرجل يمكن الرجل يجي يقول و ما شاء الله عطرش حلو في الدوام قد تجد الرجل يتمدح في البنت يقول عطرش جميل فواح و لا كأنه واقع بكبيرة من كبار الذنوب فاصل يا أخوه كرام و أنا أعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام و على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين آخر ما تكلمنا بك نتكلم عن موضوع العطر و أنه جميل أن الإنسان يتطيب إذا وقف بين يدي الله و ليس بجميل أن المرأة تتعطر و تخرج المساجد و يشمها الرجال أو لدوائر العمل أو السوق أو غيرها لا يعني ما أبغي أشد أكثر في الكلام خلاص المرأة العاقلة حقيقة التي ترجم عند الله و تخاف من عذاب الله تقف مع نفسها و تراجع حساباتها أمام هذه النصوص ما راح يشمون منها للخير يا أختي الكريمة إنسان مطلوب أن يتنظف و يطلع ما خلاص تلمض مو بلازم لكن نحن حتى ما نضيق على معشر النساء المرأة لها أن تتعطر تجلس في البيت عند زوجها عند خواتها عند أمها عند أرحامها التروحة يعني مجمع محفل نساء يجمعهم فيه النساء عهر الصغيرة ما في حرج أمر واسع في ذلك لكننا نتكلم عن العمل و الوظيفة و الشوارع و في المولاة هذا اللي اللي يتساهل فيها الكثير من الأخوات و هذا اللي لابد أن نجعل له حد و نقف و وقف صارما مع أنفسنا نمشي خرج الإنسان من بيته قال الأذكار جاء بيدخل المسجد طبعا من السنة التي ثبتت من حديث أنس أنه قال و من السنة الإنسان يقدم رجله اليمنى إذا أراد أن يدخل المسجد و إذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى يقدم رجله اليسرى هذه لم تثبت في حديث إلا أن جاءت أخبار عن بعض الصحابة و مثل هذه الأخبار لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه و على آله وسلم إذن من السنة أن الإنسان إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى يقدم رجله اليمنى يدخل شيء يقول في ذكر معين أي نعم يقول اللهم اللهم صلي على محمد و آل محمد اللهم افتح لي بابا رحمتك في رواية أخرى اللهم افتح لي بابا رحمتك وهذه الأذكار جاءت كثيرة يعني متنوع عن ماذا يقول إنسان إذا أراد أن يدخل ثبتت أكثر عن رواية في ذلك إذا أردت أن تخرج من المسجد تقدم رجلك اليسرى وتقول اللهم نيسألكم من فضلك الواسع و رواية أخرى اللهم صلي على محمد و آل محمد اللهم نيسألكم من فضلك اللهم نيسألكم من فضلك طيب دخل إنسان المسجد حين قدم رجله اليسرى يجلس و يصلي ركعتين و يروح يفتح مصحف و لا شيء يسوي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه تسمى تحية المسجد يعني هذه الصلاة هي تحية وسلام و إجلال للمسجد لهذا المكان العظيم تحية للمسجد بيت الله عز وجل وتصلي ركعتين فيه الله أكبر وتصلي ركعتين تسمى تحية المسجد هذه واجبة و لا سنة و أقع خلاف طويل من أهل العلم و هناك من يقول هي واجبة و هناك من يقول لا هي سنة مؤكدة و مسألة فيها خلاف لكن خروجا من الخلاف شوئي منعك يا أخي أدخل و أصلي لي ركعتين الله أكبر و أصلي و أدعي الله في سجودي و في ركوعي و أجلس و أستقبل القبل برفع يدي و أنا أنتظر الإقامة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا أمر هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس نهي حتى يصلي ركعتين يعني خطأ أن اليوم يدخل واحد المسجد مباشرة جاء و ارتز في نص المسجد و اللي في زاوية المسجد و جلس الحبيب ها شوف لان انتظر الإقامة لا أجلس قبل ما تجلس تصلي ركعتين الذين يقولون بوجوبها و بأهمية هذه الركعتين يستدلون بحديث و هذا الحديث يعني قوي قوي الدلالة على أن فعلا تحييط المسجد واجبة شو يستدلون النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة الكرام كان خطيبا على المنبر يخطب يخطب على المنبر فدخل رجل و جلس قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قال يا هذا أصليت ركعتين يسأله النبي السلام لعله صلى بالخلف بعدها اندخل يمشي قال لا قال قم فصلي قم فصلي يعني بعد ما جلس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع و يوقف و يصلي ركعتين هنا يستدل أهل العلم و قال يشوف هذا الدليل على أن تحية المسجد يا رسول الله قطع خطبة الجمعة و وقف عن خطبة الجمعة قطعها و أمر الرجل أن يقوم و يصلي ركعتين قال لك هذا دليل قوي على وجوب تحية المسجد المسألة فيها خلاف و مراعاة الخلاف من شيء من الموفقين كما يقول أهل العلم مراعاة الخلاف من شيء من الموفقين يعني إنسان موفق لرعي الخلاف الذي واقع بين أهل العلم هناك مسائل وقع فيها خلاف مسائل يسوق فيها الخلاف مسائل مسلمات في الدين تجي تخالفني في مسلمات في الدين أقف معاك و أناقشك و شد معاك في الكلام صح؟ لكن تجي تخالفني في مسائل في فروع الدين فيها خلاف معتبر خلاف موجود مصطر بالكتب أهني تحترمني و أحترمك ليش أنت عندك دليلك وأنا عندي دليلي والحمد لله رب العالمين الخلاف لا يفسدوا بالودي قضية فالحمد لله رب العالمين طيب إذا يدخل الإنسان يا أخوي الكرام يصلي ركعتين من الأخطاء اللي يقع فيها البعض وهذه أنا دائما أتكلم فيها في برامج التواصل الاجتماعي اللي يتابعني يعرف في يوم الجمعة البعض شو يسوي يا أخوي الكرام يدخل المسجد أول ما يدخل المسجد يصعد الخطيب للمنبر السلام عليكم ورحمة الله جلس الخطيب وصاحبنا هذا اللي يدخل للمسجد يتم واقف واقف ما يصلي واقف والمؤذن يأذن لذان الثاني الحين سلم الخطيب والمؤذن قام يأذن على أساس بعد الأذان شو الخطبة هو الحبيب واقف يردد خلف المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحصلهم واقفين في المسجد بكرة صلاة الجمعة و تتذكر كلامي هذا بس أنت حط عينك شوي بتشوف فعلا في ناس يدخلون في نفس الوقت اللي يصعد فيه الإمام للمنبر يقف ما يصلي ركعتين يجلس يسمع المؤذن و يردد خلف المؤذن بعد ما يخلص المؤذن الأذان و ردده خلفه يقوم الخطيب يخطب هذا الوقت اللي يقوم فيه الخطيب يخطب الحبيب يكبر يصلي ركعتين عندنا مصلحتين اثنين المصلحة الأولى أنك تردد خلف المؤذن المصلحة الثانية أنك تسمع الخطبة انتبه سماع الخطبة واجب أنك تردد خلف المؤذن سنة تزاحمة المصالح شو يقدم يقدم الواجب و للمستحب سماع الخطبة بالاتفاق واجب أنك تردد خلف المؤذن سنة يعني نقول لك لا أنت مفروض اتصلي ركعتين لأنك تسمع خلف المؤذن الخطيب أولى من أنك تردد خلف المؤذن لأن هذه سنة و هذهك واجب وضح الإشكال يعني معناته أول ما يدخل شي سوي على طول يصلي ركعتين طيب أجر الأذان اتركه أجر أنك تردد خلف الأذان الحين مو وقته ليش لأن في مصلحة أعظم تجي الحين وهي أنك تسمع الخطبة سماع الخطبة واجد واجب والتردد خلف المؤذن سنة إذن أول ما تدخل خطأ أنك تقف المؤذن يؤذن ما عليك فيه كبر و صلي ركعتين بعدين مباشرة اجلس واستمع للخطبة هذه من المسائل التي يقع فيها الكثير من الأخوة يعني ما يحسن التعامل معها ما يحسن التعامل معها وهو نحسن الظن فيه هو يبغي الأجر هو بلا شك أنه يريد الأجر هو ليش واقف مبطع يصلي مسكين واقف وقف والأذان يبغي له وقت لما يخلص أذان يوم الجمعة أقل شي دقيقتين ثلاث دقائق واقف مسكين يردد خلف المؤذن لكن كما يقولون كم من مريد للخير لم يدركه كم من مريد للخير لم أصحب حقيقته لذلك الإنسان دائما نقول إنسان لابد أن تكون عنده شيء من مفاتيح العلم تعلم يا قرأي أخي لا نقول لك لحين أنت نحن نريد أن تكون طالب علم شرعي لكن لا يوجد عندك مفاتيح أسس بسيطة إنسان لابد أن تكون عنده ثقافة تسمع لك برنامج في التلفزيون تسمع لك برنامج لازم الإنسان تكون عنده شيء من الحصيلة العلمية اللي يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها طيب من المساء اللي نحتاج أن نتكلم فيها كذلك يا إخوة كرام يا الله بسم الله جميل أن الإنسان إذا قلنا إحنا أول ما يدخل يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الصلاة يجلس ينتظر الصلاة لها أجر ولا ما لها أجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث أنه قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام فيه في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم رحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذى فيه أو ما لم يحدث يعني الإنسان يا أخوة الكرام لما يخرج من بيته ويروح المسجد يبغي يصلي الفريضة صح؟ صلى ركعتين وجلس ينتظر الإقامة هذا الرجل مدام أنه جالس يا أخوة الكرام الملائكة تصلي عليه شو يعني الملائكة تصلي عليه؟ الملائكة تصلي الله أكبر شو المقصود بالصلاة عليه؟ ها؟ تدعو الملائكة تدعو له الملائكة تدعو له لأن أصل الصلاة هو الدعاء الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه لأنه وكأنه في صلاة مدام أنه خرج من بيته يريد الصلاة وكأنه في صلاة جالس يستغفر الله يقرأ قرآن يرفع يديه الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم تجاوز عنه اللهم ارحمه من هو يدعي لك أنت مو بأي حد يدعي لك الملائكة إذن أجور عظيمة وين الخطأ اللي يقع فيه البعض البعض يقع فيه خطأ في مثل هذا الوقت عند باب المسجد خيمة مجلس ديوانية كراسي جرسين شباب أذن المؤذن يا جمعاء قوموا نصلي بعدها وين في صلاة يكتو وين بعد الإقامة 15 دقيقة باقي عالسين سولف يا ريال بعدها ويجلسون يسولفون 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 ما يسمع الله أكبر الله وكبر المؤذن وطيران سريع سريع يتوضر ودخل المسجد حرم عمره أجر عظيم حرم عمره شو هذا الحديث اللي جاسين نقوله أن الملائكة تستغفر لك الملائكة تدعو لك بالرحمة الملائكة تدعو لك بالثواب شو اللي ما نعني أنا إنسان لذلك جاء خبر سمعته كان السلف من قبل الذي يعملون في الحراثة يحفر في الشيول ويضرب وكذا مجرد ما يسمع الأذان حتى الذي يعني يمثلون يقولون حتى اللي كان رافع الفاس هذا حتى يضرب في الحطب إذا رفع الفاس للخلف وسمع المؤذن رماء من خلفه حتى ما رجع وحطه في الأرض رماء من خلفه وذهب إلى الصلاة استعد اليوم تجد بعض الشباب في الملاعب يلعبون كرة وهذا موجود يا أخوة يا الكرام هذا المقطع أنا أحتاجه هذا النداء للإخوة اللي يلعبون كرة في الفريج تجد بعض الإخوة يلعبون كرة في المنطقة في الحي المؤذن يؤذن ويسمعون النداء شو يسوون كلهم في الملعب متفقين خلونا نكمل نكمل بعده للإقامة تسمع هو يقول للإقامة لعبوا للإقامة ينتهي الشوط عند الإقامة ليش يا أخوة أنت متى بمديك بتروح تتنظف تبدل إثيابك من الروائح اللي أنت فيها لعب كرة ومتى بتلحق يدوب هذا إذا راح وصل مع الجماعة أصلا الدين هذا لا يمنع الإنسان أن يلعب بالمباحة اللي أباحة الله عز وجل استمدع في دنياك عيش يومك على قولتهم لكن أن أنت تترك الصلاة وتأجل صلاتك تنتظر الإقامة وانت جالس تلعب كرة بجنب المسجد وهذه الكرة يمين ويسارهم وراها والمؤذن أذن وخلص قبل الإقامة واللي يوم يسمعون الإقامة هدوا اللعب وراحوا ويصلون هذا خطأ يا إخوة هذا خطأ إنسان عليه خلاص يتهيأ للصلاة مجرد ما أنه سمع الأذان تنال هذا الأجر العظيم بعدين الجلوس في المسجد قبل الإقامة هذا من الأوقات اللي الله عز وجل يستجيب فيها الدعاء من الأوقات اللي الله عز وجل يستجاب فيه الدعاء ولا يورد بين الأذان والإقامة أنت تخيل معي حتى أن بعض أهل العلم يقول من الفهم الخاطئ اللي يقع فيه البعض أنه يقرأ قرآن قبل الإقامة يجلس في المسجد يقرأ قرآن البعض يقول أنت تركت أولى شو الأولى لأن هذا وقت يستجاب فيه الدعاء مش وقت قراءة قرآن قراءة القرآن انت لك أن تقري بكل وقت لكن هذا الوقت جاءت فيه النصوص أنه وقت يستجاب فيه الدعاء ارفع يديك تضرع بين يدي الله فيصل شو يعني حرام أقرأ قرآن هلوقت لا أنا ما نقول حرام يجوز وفعلك صحيح والله يجرك يا رب لكن احنا نقول هناك أولويات الإنسان الموفق العاقل يستغل الأوقات الفاضلة هذا وقت فاضل جاءت فيه أخبار أن الرب عز وجل يستجيب فيه الدعاء يستجيب فيه الدعاء يعني معناته شو أرفع يديك اسأل الله عز وجل من فضله اسأل الله ما شئت يعني احنا نحرم أنفسنا حرمان عظيم لما نترك الجلوس في المسجد ونحن ننتظر الإقامة وهذه المسألة ما أحد يعني ما أخذ أجرها ألا كبار السن وإلا من رحم الله عز وجل بعض من الشباب ألا كبار السن اللهم مبارك تجدهم من يأذن مؤذن ما لنا الصف الأول كلهم جالسين جالسين في الصف الأول وأجر الصف الأول والتبكير للصلاة هذا بروحه أجرها عظيم جدا بين يدي الله عز وجل الإنسان لما يبكر لي المسجد ويجلس بين يدي الله عز وجل يسأله من فضله ويدعو ويستغفر ويتوب من المسائل اللي لابد أن نتكلم فيها ونصلت عليه الضو يا أخو يا كرام ما يخصن الإنسان بما أن نتكلمن عن قضية اللعب ولعب الكرة وغيرها هناك روائح تخرج من جسم الإنسان سواء كان لعب كرة سواء كان ماكل أكل يعني ثوم أو بصل أو كذا هذا ما يجوز له يروح يصلي شو يعني يعني هو آثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته يصلي في بيته من أكل بصلا أو ثوما فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم يعني الملائكة تتأذى من روائح من غير سوية من رائحة الدخان من رائحة الثوم والبصل تتأذى الملائكة مما يتأذى منه ابن آدم الضابط كل ما يتأذى منه الإنسان في المسجد من روائح الملائكة تتأذى الملائكة موجودة في المسجد الملائكة موجودة في المسجد وهذا خطأ يقع فيه البعض ولا يبالي ولا يلتفت للموضوع لا يجوز عندنا نهي يا أخي رسول الله نهانا من أكل بصلا أو ثوما فليقعد في بيته ولا يقربن مصلانا بس ما يروح البعض يتعمد قبل الإقامة أكل بصل وثوم ليه أنا عندي أدر رسول الله قال يتعمد يتحايل على الدين عشان يجلس في البيت يصلي في البيت قبل الصلاة يروح يأكل بصل وثوم لكن هل يدخل في هذا البصل وثوم المطبوخ ما يدخل البصل وثوم راحة ريحة انتهت خلاص المقصود العلة إيش وجود رائحة إذا كان الإنسان يأكل بصل وثوم لكن استطاع أن يأكل بعدها شيء يغطي على ريحة البصل وثوم قل له ما في حرج روح صلي مع الناس روح صلي مع الناس ويدخل في هذا يا أخوة كرام من والله يا أخوة أنا أذكر أكثر عن مرة أصلي ويصلي بجنبي إنسان مدخن أقسم بالله أني أدعو الله في سجودي متى يخلص الإمام من الصلاة من شدة الرائحة الكريهة اللي أجدها ممن يصلي بجنبي بسبب شو الدخان بسبب رائحة الدخان يا رجل حاجة مؤذية مؤذية جدا المدخن مش عارف ترى المدخن ما يدري ولا يدرك كم هذه الرائحة مؤذية لكن الشخص اللي ما يدخن هو يعرف كم هذه الرائحة مؤذية لما يقف بجنبه واحد مدخن هذا الرجل اللي يدخن وليفعل هذه الأفعال لا يصلي يا أرجوك يا أخي صلي في بيتك لا تقرأ بالمسجد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم يا أخي شو موقفك أنت معنا وكيف تضع النفسك تقف هذه الوقفة واللي بجنبك ما تأذين منك ساعات أحيانا والله تصلي وأنتو تدينسوا في إيديك بغير تردك ما تبغي ما تقدر تصلي بسبب الرواحة التي يجدها البعض ممن يصلي بجنبه هذه المسألة لابد أن نقف معها واقفة جادة وتكون سبب لعل أن يقلع عن التدخين من كان قد ابتلي به فاصل يا أخوة كرام ونعود عليكم من جديد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أنك أنت السميع العليم طيب من المسألة التي حذرنا عنها منها هذا الدين العظيم مسألة أخوة أنها عن إنشاد الظالة في المسجد كيف يعني إنشاد الظالة في المسجد تجد البعض مضيع للمفتاح مضيع لفلوس مضيع لحاجة يدخل المسجد وينادي فلوسي منو شوف فلوسي منو شوف مفتاح يسوي فوضة في المسجد وهذا موجود يجدوه الأوليين في القبل الحين المجتمعات أصبحت متحضرة نوعا ما يعني هذه السلوكيات حصلة انتهت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجل أن ينشد ظالة في المسجد ظالته في المسجد فليقل له لا رده الله لك لأن المساجد لم تبنى لذلك المساجد لم تبنى لذلك المساجد بنيت لذكر الله عز وجل العلماء يقولون دعونا نتساهل مع الناس أو نرى لنا مخرج في هذا الحديث أو مثلا نقف عند بعض مدلولاته الأخرى وهي يقولون أن هذا الحديث جاء إذا كان هذا الشخص الذي ينشد ظالته مسوي فوضى في المسجد مسوي فوضى في المسجد ورابش الدنيا ومسوي زعاج هذا الشخص يقولون أنه مفروض يعني يزجروه لكن لو أنا شخص جالس في المسجد ودخل واحد يمشي بالزاوي شاف واحد ثاني يجل قال لو سمحت ما شفت مفتاحي هنا كان طايح تكلم معه بينه وبينه ما شفت مفتاحي راح للإمام وهمس في إذنه يا إمامنا ضيعت محفظتي ما شفتها يقولون ما في حرج هذا ما في حرج الأمر واسع الحمد لله ربع لكن المقصود في الحديث أن البعض لا يرفع صوته ويصارخ في المسجد وكذا حتى حتى طلعوه لضالة يمن وشاف بعيري يمن وشاف مفتاحي يمن وشاف فلوسي يمن وشاف كذا هذا الفعل المنهي عنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة الكرام عن تشبيك الأصابع لمن أراد أن يذهب إلى المسجد وهذا الفعل يقع فيه البعض اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا توضى أحدكم فأحسن وضوه ثم خرج يريد المسجد فلا يشبكنا بين أصابعه فلا يشبكنا بين أصابعه إذا خرج من بيته للمسجد وحد طلع من بيته رايح للمسجد إلا أن تقضى الصلح هذا الوقت كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك الإنسان بين أصابعه طيب شو العله ليش شو المشكلة العله هنا تعب وذية بعضها العلم يقولون يعني ما يجدون بعضهم ما فسرها قال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مؤمورين بالإنقياد للنبي صلى الله عليه وسلم في تشبيك الأصابع ومن الملاحظات التي لابد أن أصلت عليها الضوء هنا أنا بكوني مؤذون شرعي تجد البعض لما تأتي تعقد قران مع عريسي داد إذا شافه واحد من الحضور جالس مشبك بين أصابع يا أفلان افتح يسويه لتشدي يعني بطل بطل يديك ليش عسى ما شر قال لا هذا تشبيك مشكلة هذا معناته هذا الزواج راح يتشابك و راح يدخلون في مشاكل يفسرون تشبيك الأصابع في الطريقة هذه مرة واحد يقول لي لما جئنا بنملج الأب قال لا تعال يا مطوع المليج يعني يقول تعال نروح داخل ما نبغي أحد يكون موجود ليش قال يمكن واحد من الموجودين يشبك أصابع و نحن ما شفناه بيكون سبب هذا الشخص يشبك أصابع أن هذا الزواج يخترب و يضيع هذه معتقدهات يا أخوة ليس لها ليس عليها دليل لا من كتاب و لا من سنة بل هذه من الأمور التي انتهت الناس تعلمت و عرفها و شو الصح و شو الغلط و شو السنة و شو اللي في بدعة تشبيك الأصابع في وقت عقد القران أمر ما فيها أي حرج أبدا و الذي يمنع من ذلك ما في عنده دليل أبدا لكن هي مجرد أمور توارثوها من الأباء و الأجداد لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان لكن متى النهي النهي أن الإنسان يشبك بين أصابعه في المسجد طلع من بيته رايح المسجد ينتظر الإقامة جالس في المسجد مشبك بين أصابعه وجالس جالس في صلاة الجمعة ينتظر الصلاة جالس تذي حاط يديه على ركبته مثلا و مشبك بين أصابعه هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أنه يحمل للكراهة لكن لكن متنزين يعني أبطل تبطل بعد ما تنتهي الصلاة انتهت الصلاة و أنت جلست في المسجد ما طلعت عادي و اللي لازم يوم أطلع برع المسجد أشبك لا حتى لو أنت في المسجد خلصت الصلاة ما في حرد تشبك بين أصابعك لكن المقصود أن من تطلع من بيتك تريد الصلاة إلى ما تنتهي الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك الإنسان بين أصابعه و هذا تجد أكثر شيء في يوم الجمعة تجد الشيبان والأكبار والشباب والصغر مشبكين بين أصابعهم و هم ينتظرون الإمام و هم يسمعون الخطبة مشبكين أنت الآن في صلاة و هذا كله يخالف يعني هيئات الصلاة أنت لما تجالس و تنتظر الصلاة أو في خطبة الجمعة و غيرها إذن شو يعني يعني بطل يديك يا أخي الكريم و خلق طبيعي إلى أن تقضى الصلاة بعد ذلك يفعل ما شئت حتى يقولون كأني وقفت على أثر يقولون أن هذا فيه تشبه بالشيطان أن يشبك جديد بين أصابعه مش متأكد من الأثر لا تنقلوه عني لكن أذكر أني وقفت عليه كذا و يحتاج أن الواحد يرجع له من جديد و يتأكد منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة الكرام أن الإنسان يخرج من المسجد بعد ما أذن سنفرض الآن شخص يجاي يبغي يصلي دخل المسجد صلي ركعتين جلس شوي قام و طلع و أرحت فلع لا لا خلاص بروح البيت بصلي في مسجد ثاني أو بصلي في البيت أو بصلي في مسجد ثاني هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله قال أذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعته بصري فرأيته يخرج فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال أبي هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم هذا فقد عصى أبا القاسم لأن النبي السلام نهى أن يخرج الإنسان من المسجد إذا دخل المسجد والجلس خلاص ما يصير تطلع ما يصير تطلع تروح مكان ثاني لكن واحد صار له ظرف تصلك عليه زوجته قالوا فلان محمد الحق الولد مريض أنا تعبانة في حريق في مدري شو احتاج أن يروح دورة مياه صار له ظرف أي أن كان تصلك عليه العمل قالوا للحين تتحركتي هذا شو نقول له هذا عصاب القاسم لا الضرورات تقدر بقدرها في ظروف جعلتني أني أخرج براء المسجد ما في حرج أخرج ونتوكل على الله والأمور طيبة الحين سأقف معكم على مسألة إجهلها البعض وهي مسألة الصلاة بالنعال الصلاة بالنعال تجوزي يا أخوة يا كرام كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم إذن من السنن الغائب أن الإنسان يصلي في النعال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود فإن اليهود لا يوصلون في النعال زين كيف يعني يعني عادي الحين أنا ألبس النعال و أدخل المسجد لا مبعادي بتسونا مشكلة بيمسكوك الشواب بخيزران و ما بيخلوك ولا بيبقوك هذه السنة يا أخو يا كرام تطبق اليوم وين تطبق مثلا واحد في البار واحد في مزرعته واحد في صلي في البيت في حوش البيت في مكان ما فيه إذاع هذا فرشة اليوم في المسجد مكلف ألاف مؤلفة و نظافة و نقاها تدخل أنت تمشي بنعالك فلان نعالك أبويا ما تعرفون أنتو أنا عرف سماية حديث فيصل يقول في التلفزيون من السنة أنك تصلي بالنعال و الحبيب يوقف في الصف لا يا أستاذ لا تسبب لي مشكلة الله يرحم والديك نقول هذه السنة تطبق وين تطبق إذا إنسان خرج للبار خرج لمنتزة مع أخوانا رحلة سياحية برع في البيت يطبق السنة يصلي بنعال بشرط أن يأمن أن العالة تكون نظيفة الحين تم وظف ما تقدر تروح تصلي في المسجد بعيد عليك ما في حرج أنك تدخل هنا في المصلة اللي عندك أو في مكتبك مثلا تصلي بنعالك تصلي بنعالك ما في حرج أمر واسع الحمد لله رب العالم هذا من يسر الدين اللي يسره لنا سبحانه وتعالى الله و عز وجل فاللهم ربي لك الحمد هذه من الأمور الغائبة اللي لابد أن نتعلمها حقيقة الكلام في أداب المساجد طويل جدا وأنا أتوقع أن الوقت داهمنا متبقي لنا كم باقي يا مهند توقع شيء يسير بسيط لابد يا أخوة أن نقرأ لابد أن نتعلم هناك كتب قد صنفت فقط لما يخص مسائل أداب المساجد وأخطاء المصلين وأخطاء اللي يفعل كذا واللي يفعل كذا الإنسان لما يقرأ و يستنير و يعرف شو له و شو عليه يرتاح و يعبد الله عز وجل وهو مرتاح يعني هذه الآن من قضية الصلاة بالنعال قد تغيب عن بعض كثير عن ناس كثيرين من الناس تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عن السنة أنه صلى مرة في نعالة وهو يصلي فصخنعالة وهو يصلي فصخنعالة و حطها على جنب على يسارة فالصحابة لما رأوه فصخنعالة هم كذلك فصخوا عن أحذيتهم فلما انتهت الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فصختنعولكم لماذا شلحتوا أحذيتكم قال يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا أحذيتنا فقال لا أنا حذائي جاني جبريل فصصلا و أنا أصلي قال لي يا رسول الله خلعنا عليك فإن فيهما أذى فإن فيهما أذى فيها شيء من الأوصى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه أنتوا نقول لكم لماذا فصختوها المفروض لا تفصخوا الأمر طيب و واسع والحمد للعرب العالمين طيب كيف يطهر الأنعال أمسكها حطها في الغسالة لا جاء في الخبر أن المشي هو الذي ينظف الأنعال أنعال أنت مشيت فيه على قذارة على وصخ على ماء دخلت فيه في مكان يعني غير سوي مجرد تكرار المشي وتمشي على الأرض هذا بروحة كفيل أنه ينظف لك نعالك ويكون نعالك طيب والحمد لله رب العالمين إذن يا أخوات أتوقع أن اليوم الحلقة كانت يعني كان فيها شيء من الفواد اللي نحتاجها في حياتنا العملية انتهى الوقت والشكر موصول لكم طاقم التصوير والأخوة اللي في الإخراج لكم جميعا وإلى اللقاء الجديد نلتق بإذن الله الأربعة القادمة ونأولي معكم حديث آخر جديد بإذن الله عز وجل وإلى اللقاء القريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة